اشتركوا في القناة المتحدة من قبل مملكة البحرين عقد اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية للوقوف على مستجدات التعامل لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا حرصا على تحقيق المصلحة العليا للمملكة ومصلحة المواطن وترجمة لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي تضع مصلحة وسلامة المواطن في أول سلم أولويات جلالته حفظه الله ورعاه وهما تضعه كافة الجهات المعنية موضع التنفيذ من خلال الجهود الوطنية التي يقوم بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 والجهات ذات العلاقة بقيادة ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي كان لها عظيم الأثر في احتواء ومنع انتشار الفيروس داخل المملكة وحصول المملكة على الإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية باعتبارها أنموذجاً يحتذا في التعامل مع فيروس كورونا وذلك بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسي مجلس الشورى وقد مثل السلطة التنفيذية في الاجتماع كل من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعدت السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعدت السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وسعدت السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومن جانب سلطة التشريعية أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب وأكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن هذا اللقاء يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للتأكيد على أهمية إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات حتى تكون الرؤية واضحة للجميع موضحا أن هناك توجيها من سمو ولي العهد بمباشرة عقد هذا الاجتماع لنطلعكم على آخر المستجدات للوضع الصحي العام وأضاف أن هناك نجاحا في البحرين في التعامل مع الموقف أشاد به الجميع بما فيه منظمة صحة العالمية وهناك إجراءات تواكب التطور الوضع الصحي وأخرى من أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة وأشار معالي وزير الداخلية أن من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام تكتم إيران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر وأن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين مع العلم أننا لم نمنع مواطنين من السفر إلى إيران وأوضح أن إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج وفي تقديري أن هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين منوها إلى أننا معنيون أمام جلالة الملك والشعب لحماية المجتمع وسلامته وبمثل ما نحرص على سلامة مواطنين ومقيمين في الداخل فإننا أيضا معنيون ولن نتخلى عن مواطنين في الخارج ويجب أن تكون هناك ثقة في الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة والفريق الطبي مع التأكيد أن تكون كافة الإجراءات المتخذة لصالح الصحة العامة وشدد مع علي على أن الموقف غير قابل للتسييس أو للطائفية وقد نجحنا في مواجهة هذا الوضع بتضافر الجميع وكل جهود المواطنين مطلوبة في مواجهة فيروس كورونا مضيفا أنه يجب أن لا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية فاليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لا نترك المجال للتحول إلى وضع أمني وقال إن الموقف يتطلب التعامل بحكمة وذلك بالتمسك بالثوابت الوطنية لمواجهة هذا الأمر والتعامل معه من خلال ضميرنا الوطني ومسؤوليتنا الوطنية معربا عن شكره للفريق الطبي والكوادر العسكرية والأمنية والطبية على عملهم المخلص وأن هناك قصصا وطنية ومواطنين نفتخر بهم لقيامهم بالعمل والمساعدة ونوه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الوطنية لتنسيق التعاون بين مختلف الوزرات والجهات المعنية وفق خطة استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لخطر فيروس كورونا مما برهن على أن تضافر الجهود المشتركة وسرعة الاستجابة واتخاذ الاحتياطات قد أسهم في مواجهة هذا الخطر ومنع انتشار العدوى وقال إن وزارة الخارجية شكلت فريق عمل لمتابعة تطورات هذه الأزمة الصحية الطارئة والتنسيق مع اللجنة الوطنية في كل الخطوات وخصصت الوزارة مكتب متابعة يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والرد على تساؤلات المواطنين في الداخل والخارج وتسجيل بيانات كافة المواطنين في الخارج وزودت المكتب بكافة الأجهزة ووسائل الاتصال المطلوبة وتم تخصيص خط هاتفي مباشر ويتلقى المكتب حوالي أربعمائة اتصال يوميا والمكتب على تواصل مستمر مع سفارات المملكة في الخارج وأضاف وزير الخارجية أن الوزارة كلفت سفارات المملكة في الخارج وقنصلياتها بمتابعة شؤون المواطنين وتخصيص خط ساخن لهم للاتصال بالسفارة وتسجيل بياناتهم وسبل التواصل معهم وتوفير احتياجاتهم وقال إن الوزارة بادرت فور ظهور فيروس كورونا في الصين بتكليف سفارة المملكة في بكين بالتواصل مع الطلبة البحرينيين الدارسين هناك لترتيب وتسهيل مغادرتهم وعودتهم إلى البحرين وأضاف أن وزارة الخارجية نشرت عدة مرات في وسائل الإعلام وعلى موقعها الإلكتروني إعلانا تدعو فيه المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة وتسجيل بياناتهم كما نشرت رسائل نصية دعت فيها المواطنين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم في حال سفرهم إلى أي دولة عبر تطبيق وجهتي أو الموقع الإلكتروني للوزارة وقد أشاد الوزير بالجهود المخلصة التي قام بها سفراء المملكة والمسؤولون في البعثات الدبلوماسية وما أبدوه من اهتمام كبير لمتابعة أوضاع المواطنين البحرينيين في الخارج والتواصل معهم وتطمينهم المتواصل من جانبه أكد مع علي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يؤكده دوما حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من أجل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية وهو ما يتحقق ويتعزز يوما بعد آخر من خلال التواصل المستمر والتعاون البناء الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلطة التشرعية وضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن وكافة أبنائه في كافة قراراتهم التي يتخذونها ونوها مع علي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدأت مبكرة برؤية وتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث تم تشكيل الفريق الوطني بقيادة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وشكلت فرق عمل وتم تحديد مسؤوليات ومسارات لعملها بما تقتضيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين أخذت في الاعتبار كل متطلبات المهمة في كافة مراحلها وأكد معاليه بأن النجاح إن وجد فهو ثمار عمل وطني مشترك لكافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين مؤكدا بأن التحدي مستمر بالنسبة للتصدي لانتشار فيروس كورونا وليس هناك أولوية أهم من حفظ أرواح الناس فصحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لافتا معاليه بأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عاليا سنتمكن من تحويل المستحيل ممكنا وواقعا ونطوع التحديات لتحقيق الاستقرار والحفاظ على النمو المستدام وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن التكاتف والتلاحم الوطني مطلوب في كل وقت ولكن في مثل هذه المواقف يكون هو طوق النجاة للجميع مشيرا إلى أن العمل المشترك والتناغم بين كافة أفراد المجتمع لاحتواء ومنع انتشار الفيروس هو مصدر فخر للجميع مشيرا إلى أنه يؤسفنا الوضع الذي مر به المواطنون المتواجدون في إيران بسبب فشل النظام الإيراني بالالتزام بمسؤولياته الوطنية عبر عدم توفيره العلاج والعناية للمواطنين المتواجدين في إيران وهم زوار وعلى النقيض من ذلك بدأ يرمي التهم جزافا في حق مملكة البحرين مؤكدا بأن البحرين بخير وستظل بخير بوعي أبنائها المخلصين وحبهم لقيادتهم ووطنهم في حين أكدت سعدة السيدة فائق بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بأن تحدي فيروس كورونا كوفيد-19 أثبت بأن الإنسان البحريني انتمائه لوطنه ويلب نداء دون أي تردد حيث شهدنا متطوعين ومتقاعدين رجعوا للعمل ونفخر بكوادرنا الطبية التي تعمل على مدار الساعة ضمن هذه الجهود الوطنية وأشارت بأن هناك أعرافا دولية متعارف عليها ومن ضمنها مواثيق تتعلق بمنظمة الصحة العالمية تلزم الدول التعامل بمنهجية ومستقية للحد من انتشار الفيروسات والأوبئة ومن الواضح أن النظام الإيراني فشل في ذلك ولعدة أسباب هي أنه لم تكن لديه الشفافية والجرأة والمستقية أن يعلن بأرقام وحقائق واضحة عن تفشي الفيروس في مدن ومناطق إيران لكي تحذر الدول ويحذر الأفراد من السفر إلى إيران إلى جانب أنه لم يوفر العناية والرعاية للمواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران والحقائق والأرقام تثبت بأن هناك مصابين وأعراض واضحة عليهم ولم تقدم لهم العناية الطبية في إيران وفق أدنى مستويات الأعراف الدولية في هذا الخصوص وآخر هذه الأسباب أن ضعف النظام الصحي في إيران تسبب في تفاقم انتشار الفيروس مما أدى إلى انعكاسات سلبية على دول الجوار وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهته أشار سعدة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة وتجارة وسياحة إلى أنه بحكمة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الثاقبة عبر ما يؤكد عليه دوما من أهمية الأمن الغذائي في مختلف الظروف مشيرا إلى أنه بمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية على وضع آليات لتأمين مخزون غذائي يحقق التطلعات المنشودة وأشار الزياني إلى أن الرقابة في مثل هذه الظروف جدا مهمة وهو ما تم من خلال ما قامت به الوزارة من جولات تفتشية وإجراءات صارمة في حق المخالفين منوها بأن تعاون وتفهم الجميع من مرتكزات النجاح وأنه على ثقة بأن المسؤولية المجتمعية والروح الوطنية التي يتحلى بها الجميع ستؤمن النجاح المطلوب وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام أن حكومة مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ملتزمة أمام السلطة التشريعية وشعب البحرين بتوفير كافة المعلومات بكل أمانة وشفافية تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا شكلت نموذجا عالميا في إدارة التحديات وشهد لها المجتمع الدولي بالفاعلية والكفاءة مثمن أن الجهود الوطنية الكبيرة التي تبدلها جميع المؤسسات الحكومية لخدمة المواطن والمقيم والحد من انتشار الفيروس فالبحرين أمانة بيد الجميع وعبر سعادة وزير شؤون الإعلام عن تقديره وامتنانه للسلطة التشريعية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات وإدارتي الأوقاف على الجهود المقدرة التي يبدلونها حرصا على سلامة الوطن والمواطنين مؤكدا أن هذه الجهود المضنية هي محل تقدير شعب البحرين وعجاب العالم بأسره وهبى سعادة وزير شؤون الإعلام بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الأعلامية الرسمية وعدم الإنجرار خلف الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي متمن أن الدور الوطني المسؤول الذي تلعبه المؤسسة الصحفية والأعلامية في المملكة عبر مختلف منصاتها لوضع المواطنين والمقيمين أولا بأول في صورة المستجدات انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في تقديم المعلومة الدقيقة الموثوقة وتعزيز الوحدة الوطنية وتقافة الوعي بما يمر به العالم من تحديات كان اليوم اجتماع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة التنفيذية برأسة معالي وزير الداخلية حقيقة تم التأكيد على أمر مهم هو الوحدة الوطنية في ظل هذه الظروف التي مر فيها العالم بأكملها عرضت بعض الإجراءات التي قامت فيها مملكة البحرين تجاه محاربة فيروس كورونا إجراءات تم الإشادة فيها منظمات دولية البحرين اليوم حقيقة تحارب هذا الفيروس بإجراءات عالية جدا أرقام كبيرة من الفحوصات التي تقوم فيها وزارة الصحة بشكل يومي ندعم كل إجراءات التي اتخذتها للسلطة التنفيذية من أجل منع تفشي فيروس كورونا في البحرين ونشكر سمو العهد على كافة الإجراءات التي قام بها من أجل احتوى هذا الفيروس كلنا ثقة في عمل سلطات التنفيذية في هذا المجال ونأكد أن المواطن البحريني أين مكان وأين موجد سواء كان في إيران أو في بلد آخر فهو مسؤولية البحرين تم استعراض أهم إنجازات لكل وزارة بالأخص بعد وزارة الصحة لأن اليوم الوضع الذي يهم البلد هو وضع الصحي ولكن في وزارات أو أمور أخرى كان فيها اهتمام فكان اليوم استعراض عن كل الأمور هذه اللي كان فيها كان فيه استعراض من وزارات المالية الإجراءات اللي سووها وزارات التجارة وزارة الصحة بعد تم شرح وزارة العمل فكلهم تم شرح الخطط اللي هم قاعدين يمشون فيها ترجمة نانسي قنقر